تصادف الأربعاء ذكر الحادية عشرة لتفجيرات عمان الإرهابية التي استهدفت ثلاثة فنادق في عمان عام 2005 وراح ضحيتها العديد من الشهداء والعشرات من المصابين الأبرياء ويقف الأردنيون في هذه الذكرى كالبنيان المرصوص في وجه قوى الإرهاب ذكرات فجيرات عمان ذكرى 2005 ذكرى التسقت بالحزن في قلوب الأردنيين اللي هم طبعا طلعوا أقوياء كمان كانت عزيمتهم أقوى وأكثر إصرارا على مكافحة ومخاربة الإرهاب وتجفيف منابعه الآسنة وكانت النجاح بالتالي لدائرة المخابرات العامة التي ألقت القبض على المجرمين وقد نالت قبل نحو أكثر من سنة قصاصها المجرمة ساجد الريشاوي والأردن يعني بزمن قياسي طبعا تمكن من القبض عليهم وتفكيك خلية هذه الجريمة البشعة الذي ذهب ضحيتها أبرياء ناس أبرياء ناس في فنادق آمنين ومطمئنين الأردن طبعا بكل أجهزته وأذرعه الأمنية لم يتخلى ولم يتراجع ولن يتراجع عن مكافحة الإرهاب الإرهاب أول شي عام الجبان والإرهاب ما له دين نهيا ما له دين لأن الإرهاب بزهق أرواح ناس بريئة وما إلها بالشغلات اللي من هون ومن هون وهذا الإرهاب يعني أنا ما بعرف شو بدي أوصف لك إياه يعني ذكرى تفجيرات عمان ذكرى مؤلمة جدا جدا بالنسبة للأردنيين لكل مواطن أردني لكل عربي باستثناء تفجيرات عمان حصلت تفجيرات كثيرة بالدول العربية وكان سببها الإرهاب الإرهاب ما إلو دين والإرهاب ما بعرف شو بدي أفسر لك شو معنى كلمة الإرهاب لأنك كلمة مؤلمة جدا جدا مؤلمة معروف أنه وضع سيء جدا ولا البلد بضل البلد والحمد لله إحنا في البلد أمن وأمان في الأردني يعني وضعنا ما شاء الله عليه وإن شاء الله بضل وضعنا هيك جيد أول شي بنستنكر الإرهاب اللي صار في الأردن الذكرى المأساوية اللي صارت في الأردن اللي راح فيها ضحايا بارئين ما إلى خص وبنسبة للإرهاب هو لا يمثل الإسلام ولا يمثل أي شيء من الإسلام ولا أي ديانة أخرى بنستنكر اللي صار وإن شاء الله هو عمر جباني اللي صار في الأردن طبعا هذا وإن شاء الله ربنا بديم الأمن والأمان في هذه البلد تحت القيادة الهاشمية في تفجيرات عمان أراد الإرهابيون المسه من كرامة الوطن والمواطن واستهداف سيادة الأردن إلا أن الوعي بين مختلف شرائح المجتمع من شأنه أن يعزز الثقة في نفوس المواطنين ويجعلهم على بصيرة في الضبط وكشف ما يحاكل البلد من مؤامرات وجرائم قبل تنفيذها ترجمة نانسي قنقر